اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيف من راشد الزياني وزير الخارجية في مقر البعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في نيويورك مع معالي الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين ومجالات تعزيز وتطوير أوجه التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور المشترك بما يخدم مصالحهما وأهدافهما المشتركة كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية والحرب في قطاع غزة والتصعيد في لبنان والضفة الغربية والجهود العربية والدولية الهادفة إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وتخفيف حدة التوتر والمساعي التي تقوم بها اللجنة العربية الإسلامية المشتركة في هذا الخصوص خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية